نروح للأمر التاني ونطمن كل جمهوري النادي الأهلي على بعثة النادي الأهلي الموجودة حالياً أيضاً في جنوب أفريقيا إن شاء الله بإذن الله بكرة بعثة النادي الأهلي ستطير إلى جروة في الكاميرون إن شاء الله لملاقات الكطن الكاميروني يوم الجمعة القادم كل الأمنيات وكل الدعوات للعب النادي الأهلي والجهاز الفني بتحقيق إن شاء الله نتيجة إيجابية وهننتظر إن شاء الله السبت مباراة صندوينز أمام الهلال لكن عايز آف هنا شوية عند مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اللي بالتأكيد هتكون مباراة صعبة مباراة مهمة سمعنا وقرينا كلنا إن القطن الكاميروني يفتح أبواب الاستاذ لكل جماهيره علشان يكون في حجد وعدد جمهور كبير في مباراة القطن الكاميروني مع النادي الأهلي ده شفنا نفس الأمر مباراة صندوينز شفنا الحفل الغنائي الكبير اللي أقاموا نادي صندوينز وبدأوا يستعدوا استعداد كبير علشان كان مباراة النادي الأهلي وأيضا فتحوا كل الأبواب للجماهير علشان تكون متواجدة بشكل كبير وشفنا تواجد جماهير كبير علشان كده دايما مباراة النادي الأهلي في البطولة الأفريقية مع أي منافس بيكون لها استعدادات كبيرة بيكون لها حضور جماهير كبير علشان كده من هنا بقول لي لعب النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي زعلان بعد مباراة صندوينز وحق جمهور النادي الأهلي إنه يزعل ولازم تتقبلوا زعل جمهور النادي الأهلي إن من شهر جمهور النادي الأهلي هو اللي رفعكوا السماء هو اللي اتكلم عنكم هو اللي كان بيتباهى بيكم وانتوا موجودين في بطولة كأس العالم الأندية وانتوا موجودين ودام أوكلاند سيتي وبتحققوا نتيجة رائعة وبتحققوا أداء رائع ودام برضو سياتل الأمريكي وأيضا رغم الهزيمة من ريال مدريد وفلمينجو الناس أشادت بيكم وأشادت بالروح وأشادت بالأداء علشان كده النهاردة لعيب النادي الأهلي لازم تكونوا على قدر المسئولية لازم تتقبلوا غضب جمهور النادي الأهلي بالمناسبة الفرحة الوحيدة عند جمهور النادي الأهلي بالنسبة للمواطن البسيط اللي بيصحى بداية يومه بيلاقي صعاب في يومه البسمة الوحيدة والفرحة الوحيدة هي بتكون فريق النادي الأهلي لما بحقق فوز وبحقق بطولة هو ده بالبلد كده اللي بيزبط مزاج جمهور النادي الأهلي لما شوف فرقيته بتكسب شوف فرقيته بتحقق بطولات حتى مع الخسارة حتى مع الخسارة جمهور النادي الاهلي واعي جمهور النادي الاهلي فاهم وهارجع لحضراتكم لما الجيل دايما جمهور النادي الاهلي بيدرب بيه المثل ودايما بيقول عندنا كان عندنا جيل عظيم الجيل اللي اتعامل في 2005 وانا يعني كنت واحد من هؤلاء اللاعبين من الجيل اللي اتبانى في 2005 وخدنا يعني مجموعة من البطولات منذ انطلاق البطولة 2005 البطولة الأفريقية خدنا البطولة في 2005 خدنا البطولة في 2006 وجينا في ملعبنا في 2007 قصرنا البطولة أمام النجم الساحلي على ما تذكر قصرنا 3-1 وسط جمهورنا النقطة اللي كانت مهمة رغم الخسارة جمهور النادي الأهلي حيانا بعد المباراة حيانا علشان كان فيه روح كتلية كان فيه رغبة كان فيه حماس كان فيه روح الفنلة الحمرة هي دي الحاجات اللي أتمنى ملعب النادي الأهلي دي ده ما تكون موجودة وما تغيبش حتى رغم الخسارة جمهور النادي الأهلي واعي وفاهم وزكي ممكن تخسر لكن جمهور النادي الأهلي بحقيق زي ما شفنا في كاس العالم لندية قصرنا آه قدام ريال مدريد وده بطل أوروبا لكن الناس أشادت بأداء لعب النادي الأهلي أشادت بالمحاولات أشادت بالروح كان فيه أخطاء في آخر سواني في المباراة علشان كده ما ينفعش نفقد الأمور دي هو ده اللي بميز النادي الأهلي عن أي نادي آخر الروح القتالية الحماس روح الفانيلا الحمرة مثل تاني وإحنا موجودين في كاس العالم للندية كاس العالم للندية في 2007 بعد ما رجعنا من كاس العالم للندية وقتا كان النادي الأهلي طلب من اتحاد المصر وقوعة القدم كان عندنا المباراة بعدها 48 ساعة طلب تأجيل المباراة علشان الساعة البيولوجية اليابان ومصر كان فيه فرق توقيت كبير طلبنا وقتها تأجيل مباراة الإسماعيل اتحاد المصري رفض قال عندي ضغط المباراة وعايز ألعب المباراة جينا ولعبنا المباراة في استاد الكاهرة وسط جمهورنا وفي المباراة دي خسرنا ثلاثة لكن برضو هأكد وانت بتخسر لازم تسيب عند جمهور النادي الأهلي انطباع ان ده يوم عابر ده يوم ما بيحصلش كتير في تاريخ النادي الأهلي ده يوم ما بيحصلش مع الجيل ده هو ده الرسالة اللي أنا عايز أوصلها للعب النادي الأهلي دي الرسالة اللي أنا عايز أوصلها النهاردة وانا بلعب لازم يبقى عندي روح قتالية لازم يبقى عندي حماس دائم لازم دايما أبقى غيور على تشيرت النادي الأهلي النتيجة تعطى ربنا سبحانه وتعالى لكن قبل أي مباراة بنزلها فيه أدوات وفيه أمور دايما في إيدي إن أنا النهاردة أجري كميات كبيرة في المباراة إن أنا عندي في كل كرة مشتركة إزاي أقدر أخدها إن أنا النهاردة يبقى الخطوط متقربة يبقى عندي روح عالية هي دي الرسالة اللي أنا عايز أوصلها لعب النادي الأهلي آه فيه أمل حتى لو كان الأمل ضعيف الأمل ضعيف في البطولة دي لكن لازم بعندك ردة فاعل قوية وده لازم يوصل لجمهورك اللي أنا بقول لك لازم تتقبل زعل وغضب جمهور النادي الأهلي اللي هو دايما معتاد على البطولات ودايما يشوف النادي الأهلي في المكانة الأولى هو ده سر تفوق النادي الأهلي وهو ده لما بنتكلم عن بطولة الدوري والأرقام القياسية لما بنتكلم عن بطولة أفريقيا وعشر بطولات وبتبتعد عن أقرب منافسيك نادي الزمالك بخمس بطولات ده بمشاركاتك في كاس العالم الأندية بأرقام القياسية في السبر المصري هو ده جمهور النادي الأهلي هو البصلة دايما اللي بتوجه اللعيبة والمسؤولين علشان كده عايز لعيب النادي الأهلي أو الكباتل الموجودة دلوقتي أقفل الصفحة لازم النهاردة لم الفرقة دور الكباتل واللعيبة الكبار إزاي في الوقت القصير من السبت للجمعة نلم الدنيا إزاي النهاردة نجدد الدوافع إزاي نصالح جمهورنا هو ده الكلام اللي مفروض يتقال لعيب النادي الأهلي علشان إن شاء الله يوم الجمعة يبقى فيه ردة فعل قوية إزاي نحقق المكسب إن شاء الله ويبقى شكلنا كويس ونقدر نصالح جمهورنا